تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالبدء في ورش عمل من أجل تحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي انعقدت اليوم ورشة عمل المحور الثاني المحور التشريعي برئاسة سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين بالمنظومة التشريعية في الحكومة وتعتبر ورشة عمل المحور التشريعي ثاني الورش الخمس للتطلعات المستقبلية للعمل الحكومي حيث أكد سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤوني مجلسي الشورى والنواب رئيس المحور التشريعي أكد أن هذه الورشة تصهم في تعزيز مخرجات العمل الحكومي بما يحقق التمييز في أدائه وتحسين جودة خدماته ويصب في تلبية تطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كما أنها تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإشراك المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية لتحديد الآليات والأولويات التي ستشكل تطلعات المستقبلية للعمل الحكومي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وأشر البعينين إلى استمرار الجهود في إرساء قواعد التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية والإسهام في تطويرها متطلعا لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من النجاحات والإنجازات على الصعيد التشريعي بما يعزز ما تسخر به مملكة البحرين من تاريخ عريق ومسيرة مشرقة حققت نقلات نوعية وتطور كبير على هذا الصعيد وأوضح البعينين بأنه تم صياغة 17 مبادرة لتندرج ضمن أربعة سياسات بالمحور التشريعي لافتا إلى أنه سيتم عرض مخرجات ورشة عمل المحور التشريعي في ورشة عمل التطلعات المستقبلية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية مساعي متواصلة لتطوير كافة مسارات العمل الحكومي في ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي التي أتت لتكون شريكا فاعلا في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأتت هذه الورش ضمن حرص ومتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتؤكد على أهمية العمل الجاد لتحقيق تطلعات مملكة البحرين التنموية المنشودة وابقى مبادئ الاستدامة والتنفسية والعدالة بحرين فضل الله سبحانه وتعالى ثم بقيادة جلالة الملك وبإشراف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كنا سباقين في هذا المجال في قضية استخلاص برنامج الحكومة من قلال آراء المسبولين في الوزرات والجهات الحكومية نحن بالنسبة لنا في المحور التشريعي تم استخلاص سبع سياسات وسبعة عشر مبادرة منها إن شاء الله سوف نخرج بتصور لبرنامج الحكومة القادم في المجلس التشريعي القادم إن شاء الله 2023-2026 باختلاف مواقعهم في كافة المجالات يجتمع المسؤولون المانيون لرسم أهداف المحاور المستقبلية بإروح الفريق الواحد محولين التحديات إلى فرص واعدة استعرضنا اليوم نتائج الورش اللي انعقدت من خلال اجتماع المسؤولين في الوزارات وفي الحكومة على مراحل سابقة فوصلنا إلى التطلعات المستقبلية للمحور التشريعي في أربع سياسات أساسية السياسة الأولى تعزيز مفهوم العدالة وترسيق حريات الأشخاص والسياسة الثانية تطوير التشريعات لضمان مواكبتها لمسيرات تنمية الشاملة وسياسة تطوير النظام العدلي وخدمات تغاضي ووضع الإجراءات التنظيمية والسياسة الرابعة هي ضمان التكامل والتنسيق في وضع التشريعات على أمل أن هذه يتمثل تطلعات المستقبلية نقدر أن نحققها على أمثل الواقع بما يعزز العمل الحكومي في المستقبل مملكة البحرين تؤكد في كل خطوة أهمية الاستثمار في المواطن لخدمة مصالح الوطن ورسم خريطة العمل الحكومي المستقبلي بأبنائه استكمالاً لسلسلة ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي اختتمت اليوم برشة عمل المحور التشريعي الذي شارك فيها عدد من المسؤولين المعنيين لطرح آرائهم ومناقشة الملاحظات لتعزيز العمل في هذا المحور شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين